قيمة وفضيلة التسامح في الخطاب القرآني والنبوي على هدي السنة وفي آيات القرآن في آيات كثيرة جدا بتدعو وتحث على الصفح والتسامح والصفح الجميل أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وسلم أمن ولاه واتبعه داه اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله العفو والإحسان والتجاوز عن المخطئ والتجاوز عن زلات الناس أمر عظيم جدا وخلق من أهم الأخلاق الإسلامية وقيمة مجتمعية الله تبارك وتعالى من أسمائه العفو صحيح يعفو عن عباده ويغفر لعباده فإذا أردت أن يغفر الله لك ويعفو الله عنك فاغفر لخلق الله ذلاتهم واعفو عن أخطائهم وبذلك أمر الله تبارك وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم فقال ربنا تبارك وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فكان من أفضل التفسير القرآنية هو أفضل التفسير القرآنية هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض يمشي على الأرض إيه تفسير خذ العفو قال له يا جبريل ما هذا قال إن الله يأمرك بثلاث أن تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عن من ظلمك إنسان ظلمك في أي أمر من أمور هذه الحياة الدنيا اعفو عنه لوجه الله سامحه لوجه الله لو أنت هتاقد على كل واحد أخطأ في حقك تعدى عليك وجعلته في قلبك قلبك سيكون مليء بالكره مليء بالبغض مليء بالأحقاد مليء بهذه الأمور السيئة وهذا القلب ما جعله لأن أملأه بمثل هذه الأشياء صحيح إنما جعل القلب ليكون محط نظر الله ربنا لما ينظر للعبد ينظر إلى ماذا ينظر إلى قلبه لا ينظر إلى شكله ولا إلى جسده سينظر إلى قلبه سيجد قلبا مليء بالكره بالحق بالبغض بكذا 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 لكن لما يجد قلبا يعفو لوجه الله يغفر لوجه الله الله يحب هذا القلب صحيح الله يحب الله يحب هذه القلوب ربنا مش يحب القلوب اللي هي بتكره بعض ربنا بيحب القلوب اللي بتسامح بعض وتعفو عن بعض وتغفر لبعض ربنا بيقول في القرآن الكريم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين من هؤلاء يا رب الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب فإذا أردت أن تكون محبوبا عند الله فافعل هذه الأشياء اعفى عن الناس اغفر للناس سامح الناس ربنا يحبك ربنا يحب القلب اللي هو مليء بذكر الله تبارك وتعالى ومليء حب للناس ومليء مغفرة وعافو للناس كان سيدنا علي زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه عليه وسلام الله سيدنا علي زين العابدين حفيد سيدنا علي علي زين العابدين ابن الإمام الحسين ابن سيدنا علي ابن أبي طالب عليهم سلام الله أجمعين كانت عنده وحدة قرية يعني بتخدمه في البيت فكاب بتصب له المية بيتوضى وبيصب بتصب المية فالبريء اللي في المية وأعلى على وشه قال فشجه جرحه قال فاغتاظ امتلأ غيظا وغضبا فقالت له يا سيدي والكاضي من الغيظة فقال كضمت غيظي قالت يا سيدي والعافين عن الناس قال عفوت عنك قالت له يا سيدي والله يحب المحسنين أطلاق قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله كميل دي أخلاق قال البيت للمستمد من مين من أخلاق سيدنا رسول الله ذلك العفو مش أي حد يضريعف عن الناس سيدنا النبي بعد فتح مكة لما اجتمع مع أهل قريش واتكلم معهم قال قالوا يعني سيدنا النبي قال لهم ماذا تظنون إني فعلهم بكم فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم فقال اذهبوا فأنتم بالطلقاء يعني فاندم بكل سهولة اذهبوا فأنتم بالطلقاء ببساطة شديدة جدا وما خدش منه تفكير العفو والسماح عند سيدنا النبي عيسى صلى الله عليه وسلم ده يمكن من الحاجات اللي ساعدت الناس إنها تحس قد إيه عظمة وروعة الإسلام ويدخلوا في دين الله أفواج سيدنا رسول الله قلبه كبير صحيح وقلبه وازع يسع كل الناس مسلم وغير مسلم من أخلاق من أخلاق سيدنا رسول الله اللي عفو لما عفى عن أهل مكة وعن أهل قريش دخل في دين الله في هذا اليوم ألفين صحيح من أهل مكة كان داخل مكة بعشر تلاف طلع من مكة بثناشر ألف الألفين دولار شافوا من سيدنا رسول الله ذلك إحنا إذهبوا فأنتوا بالطلقاء ديني بك كلمة قالها وانتهت لكن اللي يرجع يشوف الإذاء والسب والشت اللي النبي تعرض ليه لا يتحمله بشر لكن تحمله النبي وفي أقل لحظة نحن نعتذر لك يا محمد مش يعني يا رسول الله نحن نعتذر لك يا محمد قال فاذهبوا فأنتم الطلقاء رجل سيدنا الحسد بن علي أخو سيدنا الحسين قال لو أن رجلا شتمني في أذني هذه واعتذر إلي في أذني هذه لعفوت عنه ما كنش يعني متمسك أويا طب من جميل الآيات القرآنية اللي بتدعون للتأمل دائما آية من ثلاث كلمات ففصح ففصح صفح الجميل نعم وكيف يكون الصفح جميلا ده سؤال لحضرتك وأهمية اقتران دائما التسامح والصفح بالجمال في السلوك الإنسان نعم الصفح الجميل هذا خطاب من الله تبارك وتعالى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اصفح عن كل من أساء إليك صفحا جميلا لله تبارك وتعالى دون أن تنظر ودون أن تعاتب وتقول أنت فعلت وفعلت 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 تصفح لله دون أي لوم تنسى تنسى كل ما فعل بك كل أذى في الماضي لأن هذا هو أكبر انتصار لك على النفس النفس عندما تريد أن تصفح عن شخص وتعفو عن شخص تأتيك النفس ويأتيك الشيطان لتنين لتنين تقول لك هو أنت ناسي هو عمل فيك هو أنت ناسية هي عملت معك وعملت ويأتي الشيطان أنت كذا وهو عمل كذا وهو عمل كذا فيكبر في نفسك الموضوع فتلاقي نفسك مش قادر على العفو مش قادر على الإحسان مش قادر على الصفح لذلك سيدنا رسول الله قالوا من تقم لنفسه قط من أخلاق النبي صلى الله وعمل من تقم لنفسه أي حد بيغلط في نفس رسول الله وفي شخص رسول الله سيدنا رسول الله يسامه على طول إن سيدنا رسول الله مش عاوز واحد يخش النار بسببه سيدنا رسول الله عاوز يدخل الجنة الناس كلها الجنة فأنا لما ما أعفيش عن شخص معين أو ما سمح الشخص معين فأنا أكون سبب في أنه هو يدخل النار والعزو بالله وسيدنا رسول الله مش عاوز كده سيدنا رسول الله عاوزك تعفي عن صاحبك تعفي عن جارك تعفي عن قريبك عن صاحبك في الشغل عن الناس اللي هم مع بعض عشان كلنا نكون في الجنة إن شاء الله وطالما إحنا عاوزين عفو من ربنا وعفوين وعاوزين إحسان من ربنا وصفح من ربنا ما الذي نعفى عن بعض ما هو الجزاء من جنس العمل هل الجزاء الإحسان إلا الإحسان أنت أحسنت إلى الناس فربنا يحسن إليك عفوت عن الناس فربنا يعفو عنك غفرت للناس زلاتهم فربنا يغفر لك سيد رسول الله بيقول كان في من كان قبلكم رجلا لم يعمل خيرا قبط قبلنا فهي واحد وعمره عمل حاجة لله كويس وكان رجل يدائن الناس كراجل يتجار وليه ديون عندي الناس فيبعث يبعث الطلاب والشغالين عنده أقول لهم اذهبوا فاخذوا من الموسر وتجاوزوا عن المعسر المعسر واللي معهوش فلوس يدو له مدة ومش قادر يسد خالص فعلا ومش قادر يسد خالص اعفوا عنه وتجاوزوا عنه لله عشر ربنا يتجاوز عنه جميل قال كده فلما جه يوم من القيامة قال الله تبارك وتعالى أنت فعلت ذلك تجاوزت عن الناس عفوت عن الناس قال الله له تجاوزوا عنه مع أنه ما عملش حقيقة ويس خالص إلا الخلق ده صحيح العفو عن الناس وكان مش قادر ما يدفعش فإن ما يدفعش فبيتجاوز عن خلق الله فربنا قال يوم من القيامة تجاوزت عنك فدخولي لجنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص على أن نشر قيم السماحة والتسامح والمسامحة بين الأفراد وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دعا للرجل السمح رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشتر وإذا اقتضى وفي رواية أخرى إذا قضى يعني يعني دعا للرجل السمح بهذا الشكل أعتقد يعني مين ما يحبش أنه سيدنا نبي عليه طبعا لذلك سبحان الله جائما نقول أن الله يحب المحسنين وجزاء سيئة سيئة مثلها ماشي لو أحد أخطأ فيك فأنت أغلط فيه ماشي لكن فمن عفى وأصلح فأجروه على الله إنه لا يحب الظالمين تخيل أو تخيل على أهل السلم شيء لما يكون أقرك على الله ربنا يدك إيه لما أنا أكون أقري أنا على ربنا الكريم الكبير الواسع سيدنا رسول الله مش عاوز مش عاوز الناس تكون في حالة تطيع أو مقاطعة أو تحاسن بيقال لا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا لا سيدنا رسول الله يعلم الصحاوة أنك تلوى بالفعل سيدنا رسول الله كان لابس ملابس وجبه غليظة يعني كان جو برد على ما أظن يعني فجيه واحد من وراه فمسكه من ملابسه من عند رقبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أثر في عنقه صلى الله عليه وسلم من شدة المسكة يعني أثرت في عنق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا محمد مر لي من مال الله اديني من مال الله فإنه ليس من مالك ولا من مال أبيك كلام صعب يعني الدين من الفلوس اللي عندك دي لا فلوسك ولا فلوس أبوك فتخيل واحد بقول للنبي كده والنبي هو النبي صلى الله عليه وسلم فرح النبي نظر إليه وتبسم وقال له أعطوه من مال الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيدنا أبوكر الصديق تعلم من سيدنا رسول الله وانتصر على نفسه لانتصر على النفس في العفو حاجة أكبر جدا وهي دي مجهدة النفس هو الجهاد الأكبر كما يقولون فيما تبقى من وقت قبل الموجز عايز أسأل حضرتك اللي بتابعنا دلوقتي إحنا مش عايشين في مجتمع ملائكي وعايز أسمع رد حضرتك فيما يعتقد أنه التسامح والصفح المستمر نوع من أنواع الضعف بعض يقول أنه يعني هوان نفسي أو عدم أخذ حقي فده ضعف مني هذه الفكرة ترد عليها إزاي وكيف رد عليها إسلامنا الجميل أنه حينما أصفح فأنا قوي وليسه ضعيف فهم خاطئ جدا الناس فهم أنه لما أنا أعفو عن اللي ظلمني أو عن اللي سبيني أو عن اللي شتمني هذا يعتبر ضعف أو ذل أو مهانة لأنه يناقض تماما تناقض كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا رسول الله ثلاثا أحلف عليهن منها ذكر منها سيدنا رسول الله وَمَا زَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ عَفْوًا إِلَّا عِزَّةِ 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 يعني العفو وعِزَّةِ طبعا ليه عِزَّةِ لأنه إحنا شايفين الظاهر لنا اللي قد حقه هو ده العزيز صحيح عنده عنده عزة غلط ليه غلط انتصار على النفس فين؟ هو كده نفسه انتصرت عليه لما راح خد حقه وراح شتم وراح سب وكذا وكذا كذا كده عنده انتصار لنفسه لكن لما أنا أنتصر على نفسي النفس دي اللي هي ربنا أمرني بالمجاهدة جاهده في سبيل أبي أموالكم وأنفسكم فلما أجاهد نفسي سيدنا رسول الله قال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر جهاد النفس النفس بتدعوني لا انت دا عمله وكذا 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 ما سيبوش روح وردله واشتمو واسبو وعمرك ما تعفو عن دي نفسي وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاكا نصح فاتهمي ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم فاللي يعفو يصبح عزيز عند الله تبارك وتعالى